اشتركوا في القناة في استاد القاهرة الدولي واستلم الميدليات وكأس البطولة كأس القارات الثلاث وكمان عنده ورش عمل وعنده رحلة الى قطر الشهر المقبل عقب العودة من جوانسبرج عشان يلعب مباراتين يارب بإذن الله يكونوا مباراتين مش مباراة واحدة كأس التحدي امام الفاز من درب الامريكاتين لما بتشوك يلاعب الفاز من أتليت كومنيرو مع بوتفوجو والفاينال امام ريال مدريد على استاد لوسيل فالناس لما بتركب التريندو بتتكلم في القصص دي تقول لك ايه دي بطولة والدية اصلا الفيفا لا يعتمد مثل هذه البطولات وكل الكوز دي كلها هدفها بس شرفي والكلام دا كله وفي ناس عارف النتيجة وعارف التفاصيل والموضوعات بس ايه حابة تعمل شوية شو عارفيني السرق القومي كده لما بتعمل فيه شو قدام الأطفال والجمهور فالكل يقعد يسقف احنا النهاردة بوزنا الشو هنعمل ليه يعني هنستعرض حاجة على الشاشة وهنلازم الشو دا يقفل بدري بدري عشان لما نشتغل على مدار شهر على الإيفنتات الكبيرة اللي جاية يبقى الناس عارفة ووعية ان اللي بيطلع يقول حاجة زي كده دا ممكن يكون ليه دور في السرق او في مكان تاني مش على شاشة ولا في اعلام رياضي ما تيجي نطلع كده لما نقول الفيفا لما تعامل مع البطولة دي تعامل كده بالحب وبالود ولا تعامل بمستندات شايفين على شاشة ايه اللي معانا دا اللي على الشاشة معانا دا خطاب الفيفا نهاردة تواصلت مع مسؤول بارس في الاتحاد الدولي بعتلي الخطاب الرسمي المتعلق بمشاركة الاندية كلها اللي شاركت في البطولة من اول مباراة العين و اوكلاند سيتي لغاية مباراة ستادلو سيليوم 18-12 شايفين طبعا شعار الفيفا في بداية الورقة معانا من البداية والاندية المشاركة وكل نادي مطشاطه ومبارياته مع مين وفين والساعة كام وشايفين كمان قدامنا الجواز المالية لان ناس كتيرة كانت بتتكلم على موضوع الجواز المالية بشكل وكأنها ايه ارقام مش مؤكدة وحاجات مش اكيدة ممكن نتناقش او نتكلم عليها لا انا جايب لك النهاردة هو على الشاشة دا الخطاب الرسمي من الاتحاد الدولي بشأن كل الفرق اللي شاركت المباراة العين واوكلند مباراة الاهل والعين مباراة ديربل امريكتين يوم 11-12 مباراة 14-12 للاهل يوم 14 في استاد 9-7-4 والختام للريال على استاد لوسيلو دامنا بنعيده هو تاني بنخط على الشاشة الجواز وكل الامور المتعلقة بهذه البطولة طيب لما نركز مع بعض ونتكلم على الجواز الجواز فيها ايه؟ بصوا جماعة هو مش بيقولك كل فرق هتاخد كذا لا هو بيقولك ايه؟ اول حاجة الفريل خسران في المتش الاولاني خد 500 الف دولار الفريل اللي خسر المتش الاولاني خد 500 الف دولار الفريل اللي خسر المباراة التانية اللي هي كانت مباراة الاهل والعين خد مليون دولار فكده اوكلان ده خد 500 الف والعين الاماراتي خد مليون دولار طيب المباراة التالتة اللي هي جاية يوم 14-12 الجايزة فيها لو انت خسرت 2 مليون دولار فكده الاهلي ضمن 2 مليون دولار ده مستند رسمي بقى على الهوى هو وعلى الشاشة وده خاص للترند من الاتحاد الدولي فيفا ان الاهلي اذا لا قدر الله خسر مباراة 14-12 هو ضمن خلاص الحد الادنى 2 مليون دولار طيب اذا ربنا قرمنا وكسبنا وتأهلنا للماتش الفاينال يوم 18 ضمنت الحد الادنى 4 مليون دولار واذا كسبت الريال تاخد 5 مليون دولار طبعا الريال جاي على الليفل الاعلى كسب خد 5 مليون خسر خد 4 مليون لكن الترتيب الجايزة كان شغال بالشكل ده دي نقطة مهمة جدا كان لازم النهاردة نتكلم عليها في التوب نيوز